مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة وفيها تتابعون في المواقع المحلية ما قصة حريق حي السنينة في صنعاء وفي القدس العربي دولة عربية تمنع سفيرة الولايات المتحدة فيها من التصريحات وفي الأخبار المنوعة حقائق جديدة حول حادثة الطائرة الباكستانية الطيرون كانوا يتحدثون عن كورونا قبل أن يصطدموا بمنازل قرب المطار عاش أهالي منطقة السنينة في مدينة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين قبل أيام عاشوا ساعات من الخوف والرعب حين اندلع حريق هائل استمر لسبع ساعات التهمت ألسنته نحو عشرين منزلا فماذا حدث؟ يعانون موقع المشاهد نت ما هي قصة حريق حي السنينة في صنعاء وما علاقته بأزمة عدم البترول؟ يقول الموقع إنه بسبب أزمة عدم البترول قرر ملاك إحدى المحطات التجارية في صنعاء اطفاء التيار الكهربائي عن الحي مدة ساعة وعند الساعة السابعة وخمس واربعين دقيقة من مساء الاثنين الماضي عاد التيار الكهربائي بشكل مفاجئ أثناء ما كان العمال يقومون بنقل بترول يقدر بأربعة ألاف لتر من صهر جيني إلى عبوات مختلفة السعات والأحجام حينها اندلع حريق هائل ووفقا لأحد السكان لم يتمكن من كانوا قرب الحريق من إخماده فهربوا جميعا واستمر الحريق في الاشتعال حتى وصل بشكل سريع إلى خارج الأسوار ويضيف المواطن الذي كان متواجدا قرب الموقع انتد الحريق إلى الشارع والمنزل أو المنازل المجاورة لسوري ناجي الحاكم وأخيه محمد حينها هارع المواطنون لإخماد الحريق بكل ما لديهم من إمكانات مستخدمين عبوات المياه والبطنيات ولكن الحريق كان يمتد أكثر خصوصا بعد أن انفجر الصهريج الأول وسألت منه كميات مهولة من البترول منذ سنوات وصح في توفيق المنصور في معتقالات الحفيين وقد توفي والده قبل أن يفرج عن ابنه وقد كتب شقيقه عبدالله المنصور مقالا في المصدر أولاين تحت عنوان سيعود شقيقي توفيق لكنه لا يجد أبيه رأيت أبي بقوة وعزيمة وصبر يفوق ما أنا به من الثبات المزعوم أمامه كان يرى الضعف والقلق في عيني يحاول أن يواسيني ويقوي من إرادتي ويزرع الأمل في نفسي كل هذه العظمة من القوة والثبات وهو يرى قطعة من روحه في أيدي أسوأ المجرمين والقتلة يسمع أخبار التعذيب والتنكيل بفلدة كبده منذ اليوم الأول لاختطافه وفي أول زيارة استطاع أبي رؤية أثار التعذيب واضحة على جسد شقيقي توفيق في سجن الثورة بنقوم حينها ولم ندرك حجم الغصة والألم الذي خنق والدي بسبب ما رأاه إلا عندما كادت عينه أن تنتهي بفعل جلطة ألفينها بعد مدة قصيرة من الحادثة حيث عاد أبي إلى القرية البعيدة عن توفيق والقريبة من أوجائه وجروحه يخفي كل أحزانه ويحاول إظهار جلده وصبره المعتاد برغم علمه وتأكده أن قرة عينه يتعذب وتتقاذفه زنازين بشعة وتنهش جسده سياط الجلاد الحوثي ولكنه هذه المرة لم يستطع الصمود أمام حزنه الشديد على توفيق وظهرت أعراض وجعه وحزنه بشكل واضح ومخيف كانت عينه التي رأى التوفيق معذبا هي التي كشفت ما يخبئه من أوجاع تسكب الدمع دون أن تقول شيئا تلاشى نظره وأصبح لا يقوى على التركيز والرؤية بوضوح ومع أن هذه مؤشرات مفزعة ومرعبة إلا أن أبي كان يواري هذه الأوجاع بعيدا عنه وبصعوبة توصلنا لإقناعه بزيارة أخرى إلى صنعه يجري الفحوصات الطبية ويرى توفيق المغيب ظلما وعدوانا وهناك كانت واحدة من أصعب صدمات الحياة التي عشتها جلطة تهدد الشبكية وقد تكونت مياه زرقاء في العين هذا ما قالته الفحوصات الطبية المتكررة ألزمه الأطباء باستخدام أدوية الضغط بشكل مستمر مدى الحياة ولا زال يواسيني ويربط على كتفي عند كل مساء وكأني من أعيش فيه وأعاني أوجاعه وأحزانه غادرت روح أبي الحياة ولا يزال يساورني الشك أنه سيعود ساعة ما يقتلني الوجع على شقيقي توفيق كيف سيستقبل الفاجعة وهو ينتظر لحظة احتضان والدي منذ ست سنوات مضت سيعود أخي توفيق منتصرا شامخا كعادته دعت بريطانيا مجددا ميليشيا الحوثي إلى السماح للأمم المتحدة بفحص خزان صافر العائم في سواحل الحديدة مهددة باللجوء إلى مجلس الأمن وعنوان موقع بالقيس وكالة أميركية تؤكد تسرب مياه البحر لخزان صافر وبريطانيا تهدد بالعودة إلى مجلس الأمن وقال الموقع إن السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون حذر من فقدان ملايين المزارعين والصيادين اليمنيين فقدانهم لمحاصيلهم ومصادر رزقهم في حال حدوث أي تسرب نفطي من خزان صافر وأشار إلى أن منع الحوثيين تقييم وضع الناقلة سيدفع المجتمع الدولي لحصول على دعم مجلس الأمن لفرض عقوبات ضدهم وكانت وكالة أسوشيتة بريس كشفت عبر وثائق سرية عن تسرب مياه البحر إلى داخل حجرة محرك الناقل المليئ بالنفط وناقلة صافر الرابضة في عرض البحر منذ أكثر من خمس سنوات يفرض عليها الحوثيون حصاراً مشدداً منذ الاستلاء عليها عام 2015 والتي تعد ثالث أكبر ميناء عائم على مستوى العالم ويعود عمر الناقلة إلى 1985 كما تتسع لأكثر من ثلاثة ملايين برميل نفط كما يقول خبراء إن قيمة النفط على متنها أقل بكثير من قيمة أجور إصلاحها وهو ما يرفضه الحوثيون ويصرون على الحصول على ثمن النفط دون التدخل في موضوع الإصلاح وقالت الوكالة الأمريكية في تقرير حديث لها إن الصدأ بدأ يغطي أجزاء الناقلة وتسرب الغاز الخامل الذي يمنع الخزانات من تجميع الغازات القابلة للاشتعال وفشلت الأمم المتحدة في إرسال مفاتيشين دوليين لتقييم حجر أو حجم أضرار السفينة العائمة والبحث عن طرق لتفريغ النفط وسحب السفينة إلى بر الأمان وكان محمد علي الحوثي القيادي في الجماعة قد أكد أن السماح بتقييم الناقلة مرهون بالحصول على قيمة النفط على متنها وجهت محكمة فرنسية تهمة الاتجار بآثار منهوبة من دول تشهد اضطرابات سياسية وحروبا في الشرق الأوسط وجهتها إلى خبير فرنسي مشهور بالآثار وشريكه في العاصمة الفرنسية باريس وقد تابع موقع المصدر أونلاين مجريات القضية وعنوان اتهام خبيري آثار فرنسيين بتهريب آثار من دول عربية بينها اليمن عبر دبي وعواصم أوروبية يلاحق كريستو كونيكي الخبير بآثار المتوسط وريشار سمبير بتهمة الاحتيال ضمن عصابة منظمة وتشكيل عصابة إجرامية للتحضير لجرائم وجنح يعاقب عليها بالسجن عشر سنوات ويشتبه في أن المتهمين وهو من الشخصيات المعروفة في أوساط الأثار بالعاصمة الفرنسية قد قاما بغسل قطع أثرية منهوبة من دول عدة شهدت عدم استقرار سياسي عام 2010 ولسيما مصر وليبيا وليمن وسوريا وحتى الآن وهذا الاتجار شمل مئات القطع بقيمة عشرات ملايين اليوروهات تحاول الهيئة المركزية لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية التحقق من احتمال أن يكون المتهمان وبمساعدة وسطا قد قاما بتمويه أصل هذه القطع وتاريخها لبيعها بعد ذلك بطريقة شرعية إلى أفراد فضلا عن مؤسسات ثقافية مثل متحف اللوفر في دبي ومتحف مترو بوليتان في نيويورك السؤال اليمني حول حقبة الاستعمار البريطاني تحت هذا العنوان كتب محمد عبدالوكيل جازم مقاله المنشور في موقع المشاهد نت إن المتابعين اليوم للوضع السياسي اليمني سوف يطعنون بالتدخلات البريطانية في شأن اليمن بخاصة فيما يتعلق باهتمامها في الموانئ اليمنية الحديدة عدن التي استعمرتها منذ عام 1839 حتى يوم استقلالها في 30 نوفمبر من عام 1967 وأكثر الظن أن هذه النستالوجيا أو ما يمكن أن أسميه حالة الحنين تذكرنا في حقيقة الأمر أو تعيد إلى أذهاننا الزمن الكولونيالي لهذه المستعمرة التي تم استغلال موقعها الجغرافي لمدة 128 عاما دون أن تحصل على فرصة حقيقية لإلحاقها بالعصر كان يمكن لعدن بالسبب موقعها أن تصبح خلال هذه السنوات الطويلة مدينة عملاقة تتناسب مع عمقها الحضاري مثلها مثل بقية بلدان العالم التي خضعت للاستعمار إلا أنها كانت الأسوأ حظا فالاستعمار امتص خيراتها ولم يصن حقوقها لأن أبناء اليمن الذين استقبلتهم عدن الكولونيالية زجت بهم في أشغال شاقة على السفن المهاجرة فتشابكت خطواتهم في كل موانئ العالم وازدادت المعادلة تعقيدا حين لم يعد معظم المهاجرين إلى الوطن الأم فقد ذهبوا إما وقدا للفحم الحجري الذي تشتعل به مولدات البواخر أو فرائس رطبة لأسماك القرش رصد فريق من العلماء ثلاثة كواكب تدور حول أقرب نجم للمجموعة الشمسية في المنطقة الصالحة للسكن فهل بات انتقال البشر للعيش خارج كوكب الأرض قريبا؟ يعنون موقع الديدابوليو الألماني اكتشاف كواكب شبيهة بالأرض قد تكون صالحة للسكن في رحلة بحثهم المتواصلة عن دلائل الحياة خارج كوكب الأرض وإمكانية انتقال البشر للعيش على كوكب آخر يوما ما قال الباحثون إن هذه الكواكب الثلاثة تدور حول نجم يسمى 887 وهو نجم من تلك النجوم التي تعرف بالنجوم الأقزام الحمراء وتبلغ كتلته نصف كتلة الشمس ويقع على بعد 11 سنة ضوئية عن كوكب الأرض والسنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء في السنة وتبلغ 9.5 تريليون كيلو متر ويقول العلماء إن هناك ما يقدر بـ 12 كوكب آخر فقط أقرب منه إلى نظامنا الشمسي وتم تحديد كوكبين بشكل قاطع ويقول أحد هذه الكواكب داخل ما يسمى بالمنطقة الصالحة للسكنة والتي تعرف باسم منطقة جولدي لوكس حول النجم وهي منطقة ليست شديدة الحرارة ولا بالغة البرودة وربما قادرة على الاحتفاظ بمياه سائلة على السطح وإيواء الحياة يذكر أن أول اكتشاف لكوكب يقع خارج المجموعة الشمسية كان عام 1992 وقد اكتشف الباحثون إلى الآن أكثر من أربعة آلاف كوكب خارجي في الفضاء تخيل أن تكون في رحلة جوية وأنت لا تعلم أن من يقود الطائرة التي أنت على متنها ليس طيارا حقيقيا بل شخصا عاديا يمتلك معلومات بسيطة وقد قام بتزوير شهادة الطيران يحدث هذا في باكستان حيث اكتشف من باب الصدفة أن عددا كبيرا من الطيرين أصحاب شهادات مزورة وعنون موقع عربي 21 شهادات مزورة تطيح بـ 262 طيارا في باكستان وقال وزير الطيران الباكستاني إن بلاده فصلت 262 طيارا شهاداتهم ربما تكون مزورة بعد أيام من تقرير حول تحطم الطائرة التابعة للخطوط الباكستانية فوق منازل قريبة من مطار كراتشي وأضاف أن جميع شركات وأندية الطيران أبلغت بأن أوراق اعتمادهم مشكوك فيها ولا يجب السماح لهم بالطيران أتت هذه الحقائق عقب كشف تقرير أولي بشأن تحطم طائرة إيرباس في جنوب باكستان الشهر الماضي الحادث الذي أودى بحياة 97 شخصا نجم عن خطأ بشري لطيارين أو للطيارين الذين كان يتناقشان بشأن التطورات الأخيرة للجائحة كوفيد-19 وتحطمت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الدولية الباكستانية بيا فوق مجموعة من المنازل عند اقترابها من مطار كراتشي كبرى مدن جنوب باكستان في الثاني والعشرين من مايو آيار الفايت ما أصفر عن وفاة جميع ركاب الطائرة باستثناء شخصين فقط من يدير العالم؟ أمريكا تتعب تحت هذا العنوان نشرت الإيكونوميست تقريرا خاصا جاء فيه كانت الصين عاكفة بصبر على دفع ممثليها ليشقوا طريقهم عبر المراتب ويرأسه صينيون الآن أربعا من خمس عشرة وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة مما في ذلك منظمة الأغذية والزراعة في روما والاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف وفي المقابل يقود الأمريكيون وكالة واحدة فقط ويقود المسؤولون الصينيون لشق طريقهم من خلال إدخال إحالات مماتية في الوثائق إلى مبادرة الحزام والطريق وزج لغة صديقة لتفسير الصين لحقوق الإنسان والتأكيد على السيادة الوطنية والتنمية ووراء الكواليس تقوم الصين بلي الأذرع لتجنب الانتقاد بسبب القمع الذي تمارسه وقد تراكمت انتصارات الصين الصغيرة في كثير من الأحيان في وثائق غامضة ومنتديات غير ملحوظة وإنما بطريقة تثير الدهشة في بعض الأحيان في مجلس الأمن المكون من 15 عضوا على سبيل المثال يستطيع الغرب وأصدقاؤه الاعتماد عادة على الأصوات التسعة المطلوبة لتمرير ما يريدونه في المسائل الإجرائية ولكن في آذار مارس 2018 تم رفض اقتراح مدعوم من الولايات المتحدة لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بتقديم إحاطة أمام جلسة رسمية حول الانتحاكات في سوريا وبعد ضغط صيني غيرت ساحل العاج موقفها في اللحظة الأخيرة قد لا يكون هدف الصين هو الحلول محل أمريكا كقوة عظمى تتحمل أعباء في جميع أنحاء العالم والأكثر ترجيحا أن الصين تريد ببساطة طريقا غير مثقل نحو مزيد من التطوير وقد خلص تقرير صدر في العام الماضي عن مركز الأمن الأمريكي الجديد وهو مركز أبحاث بعنوان جمهورية الأمم المتحدة الشعبية إلى أن الصين كانت عاكفة على جعل العالم آمنا للأوتقراطية ولفترة طويلة لم تل أمريكا ذلك الكثير من الاهتمام لكنها تتراجع الآن قد يكون هذا من أغرب الأخبار الدبلوماسية حيث منعت محكمة لبنانية السفيرة الأمريكية في بيروت من التصريحات ولكن ما سبب منع السفيرة وماذا قالت؟ نطالع من القدس العربي أمر قضائي بمنع السفيرة الأمريكية في لبنان من الإدلاء بتصريحات تقول التفاصيل إنه بعد أقل من 24 ساعة على إدلاء السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثيشية بتصريح أكدت فيه أن الدولة اللبنانية باتت تحت سيطرة حزب الله الذي يمنع الحل الاقتصادي وأن حسن نصر الله يهدد استقرار لبنان صدر قرار لقاضي الأمور المستعجلة في مدينة صور جنوب لبنان محمد مازح بمنع السفيرة من الإدلاء بأي تصريح ومنع أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل في لبنان من إجراء أي مقابلة مع السفيرة أو إجراء أي حديث معها لمدة سنة ولكن ماذا سيحدث إذا أصرت وسيلة إعلام على أخذ تصريحات من السفيرة؟ يقول الحكم سيتم توقيف الوسيلة الإعلامية عن العمل لمدة عام في حال عدم التقيد بهذا القرار وإلزام الوسيلة المخالفة بدفع مبلغ 200 ألف دولار أمريكي كغرامة بحسب ما نشر فإن قاضي الأمور المستعجلة استند في قراره إلى استدعاء تقدمت به المواطنة فاتن علي قصير عبر البريد الإلكتروني أعرضت فيه أنها شاهدت مقابلة للسفيرة الأمريكية في لبنان على قناة الحدث العربية أصبحت قصة رجل تنزاني حديث وسائل الإعلام في بلاده وخارجها فما هي قصة الرجل التي انتشرت نطادع من موقع فاروس المتخصص بالشؤون الإفريقية والذي عنوان في يوم واحد من عامل بسيط إلى مليونير تنزاني ووفقا للموقع فقد أصبح عامل منجم تنزاني يبلغ من العمر 52 عاما مليونيرا بين عشية وضحاها عن طريق بيع حجرين كريمين غير مقطوعين أي خام وصل وزنهما إلى 33 رطلا وقال صاحب الحظ السعيد العامل الجيولوجي المحلي سانينو ليزر إن القطعتين كانت من حجر التنزانيت وهو من أندر الأحجار الكريمة ومن المتوقع أن ينفد الإمداد العالمي منها في السنوات العشرين المقبلة وأضاف ليزر الذي لديه أربع زوجات وأكثر من ثلاثين طفلا أنه يعتزم الاحتفال وذبح بقرة وعمل وليمة وأشار إلى أنه يخطط لاستثمار ثرواته المكتسبة حديثا في مجتمعه بتنزانيا من خلال بناء مدرسة للأطفال المحليين ومركز تسوق وقال أريد بناء هذه المدرسة بالقرب من منزلي وهناك العديد من الفقراء لا يستطيعون تحمل نفقة ذهب أطفالهم للمدرسة وتابع أنا لست متعلما لكني أحب أن تسير الأمور بطريقة مهنية لذا أود أن يدير أطفال العمل باحتراف هذا وأعطت الحكومة التنزانية للرجل شيكا قيمته سبعة مليارات وسبعمائة وأربعون مليون شيلن تنزاني ما يعادل 3.35 مليون دولار أمريكي وقد استخرج هذا الرجل الأحجار الكريمة الزرقاء البنفسجية من مناجم تنزاني الشمالية المحاطة بجدار لمنع التهريب عبر الحدود مجموعة من الصور المتنوعة المأخوذة من صحيفة الغارديون والتي تعكس جمال كوكبنا والتنوع الحيوي فيه نتابع اشتركوا في القناة أخيراً عدد من رسومات الكاريكاتير والتي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في هذه الجولة بهذا وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء